عرض القضية العربية على مؤتمر السلم أولاً تمهيد موقف القوى المتعددة على أبواب مؤتمر السلم كان النصر العسكري في نهاية عام 1918 بداية مشاكل سياسية معقدة بين العرب والحلفاء من جهة وبين الحلفاء أنفسهم من جهة أخرى فقد واجهت دول الحلفاء المنتصرة فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة خاصة النمو المتزيد للفكرة القومية بين الشعوب التي كانت تخضع للنفوذ الاستعماري في آسيا وأفريقيا وتطلعت الآن إلى قرار مؤتمر السلم الذي سيعقد في باريس ليحقق لها الاعتراف بمطلبها في الاستقلال أو على الأقل مبدأ حق تقرير المصير الذي اعتبر مبدأ لتسوية ما بعد الحرب وبرغم اختلاف الأوضاع تماما بعد الحرب وقبول مبادئ ويلسون وبرغم اختفاء روسيا كعمل في التسوية وافتضاح بعض المعاهدات السرية إلا أن الادعاءات التي قدمت للمؤتمر من قبل الدول الكبرى كانت هي نفس الدعاءات المعاهدات السرية مع فرق في الشكل وليس في المضمون وكانت القضايا المتعلقة بمصير الامبراطورية العثمانية من أهم المشاكل المعقدة أمام المؤتمر إذ كان مصيرها كحليفة لألمانيا في الحرب الأولى يهم كل الدول العظمى ونظرا لأن للدول الكبرى مصالح في أجزاء مختلفة منها فقد اختلفت آراءهم حول مصيرها النهائي وتأخر اتخاذ قرار بشأنها ومن الطبيعي أن يتأخر تقرير مصير البلاد العربية التي كانت جزءا من البلاد العثمانية وكان الهلال الخصيب أو على الأصحي سوريا وحدها موطن النزاع وموضوع مشاحنة فرساي في حين ظلت الجزيرة العربية باستثناء بعض المصالح المحددة خارج نطاق مؤتمر السلم وقد أتاح عرض المطالب العربية أمام مؤتمر السلم تنازع عدة عوامل متناقضة فهناك أمل العرب في الوحدة والاستقلال ثم وعد بيلفور وكرهية العرب للمشاريع الصهيونية ومعادات عربي سوريا عموما للفرنسيين وعدم رغبة بعض الضباط البريطانيين التخلي عن سوريا حسب سايكس بيكو وكره الفرنسيون أي تسوية تتعارض مع مطامعهم التقليدية في سوريا إلى جانب ذلك كانت الحكومة البريطانية قد أعطت تعهدات متناقضة للفرنسيين والعرب وهي تعهدات اعتبرتها بريطانيا ضرورية من أجل التعاون ضد عدو مشترك ولعب العرب في ذلك دورا أكثر أهمية مما لعبه الفرنسيون فقد أثار العرب ضد السلطة العثمانية بعد أن دخلوا في مفاوضات مع بريطانيا حول التسوية المقبلة لبلادهم وأكد لهم مرارا أن مطالبهم الشرعية للاستقلال والوحدة ستحترم وتدعم بعد الحرب ولم يكن الحسين يتكلم باسم الحجاز ولكن باسم عربي آسيا لتحريرهم من الحكم العثماني وتصور العرب أن الهدف الذي قاموا من أجله قد تحقق بعد أن قاموا بنصيبهم كاملا في الاتفاقية بينهم وبين الحلفاء وبريطانيا بالذات ولكن تبين على أبواب المؤتمر البون الشاسع بينما يطالب به العرب وبينما ترضى الحكومة البريطانية أن تعترف به وكانت تحدد السياسة البريطانية حول سوريا والعراق أربعة التزامات جرت خلال الحرب هي مراسلة الحسين مكمهن 1915-1916 اتفاقية سايكيز بيكو 1916 تصريح بيلفور نوفمبر 22-1917 والتصريح الفرنسي البريطاني نوفمبر 22-1918 والتصريح الفرنسي البريطاني نوفمبر 22-1918 مع بيانات إضافية صدرت إلى ممثل العرب 1918 منها رسالة هوغارت والتصريح إلى السبعة وتأكيدات لنبي إلا أنه بعد هزيمة الدولة العثمانية لم يعد للحسين الفائدة التي كانت له في أثناء الحرب ولم ترغب الحكومة البريطانية ببحث القضية العربية مباشرة واعتبرت مؤتمر السلم تبريرا للتأخير والتنصل من المسئولية وخاصة أنه لم يكن لها مصالح سياسية مباشرة في سوريا باستثناء فلسطين إلا ما كان له علاقة بالحفاظ على الأمن كما أنها تقع تحت ضغط الصهيونية والمصالح الامبراطورية ومع ذلك اعتبر العرب الحكومة البريطانية صديقتهم الوحيدة في تلك الفترة ومنها يستمدون النصح والمشهورة وتمسكت فرنسا بنصوص اتفاقية سايكيز بيكو وبرغم أنها قبلت التغيير في التوزيع إلا أنها لم تشأ التخلي عن مبدأ الاتفاقية فاعتبرت كل النصف الشمالي من سوريا ضمن منطقة نفوذها دون أن ترتبط بالوعود التي أعطتها حليفتها للحسين وعارضت منذ البدء إقامة إدارة عربية مستقلة في الداخل وادعت بأنها قد حرمت تماما من حقوقها لمصلحة إنجلترا وتمسك بيشون وزير خارجيتها بحقوق فرنسا التقليدية ومصالحها في الشرق المبنية على أساس امتيازات دينية وأعمال ثقافية واقتصادية للمطالبة بحق سياسي وإشراف إداري حقيقي لا يقتصر على الشريط الساحلي بل يمتد إلى داخل سوريا كلها وكان مركز فرنسا حين عرضت القضية العربية على المؤتمر ضعيفا فالإدارة العربية في الشرق تتمتع بشعبية كبيرة والقوات البريطانية تشغل مساحات كبرى في مناطق نفوذ الفرنسي ووجهت إلى بريطانيا سلسلة اتهامات معاضية في بيروت وباريس بأنها قد خلقت قومية عربية معاضية لفرنسا خلال الحرب ولم تقدر حقوق فرنسا التقليدية وجاء ويلسون الحديث العهد بالدبلوماسية الأوروبية يقترح باسم كل الشعوب الضعيفة التي تبحث عن العضلة في مؤتمر السلم مبادئا غير مبادئ سايكس بيكو لتسوية مسألة الشرق كان قد عرضها على العالم في أحاديث ورسائل إلى الكونغرس تمثل موقف أمريكا نحو السلم المقبل وتمسك بمبدأ رضى المحكومين كقاعدة أساسية لتشكيل أي حكومة وحق تقرير المصير كمبدأ إلزامي في المنازعات الإقليمية ودعا إلى خلق منظمة دولية تمنع الحرب في المستقبل وكان هو الوحيد في مؤتمر السلم الذي يمكنه أن يقول ذلك لأنه لم يكن لحكومة الولايات المتحدة أي مطامع سياسية أو إقليمية برغم ما يدور من شائعات في الدوائر الفرنسية والسورية أن أمريكا ستقبل أو على الأقل تبحث أمر الانتداب على الشرق الأوسط وكان المراقبون الأمريكيون في سوريا وخاصة الدائرة حول الدكتور بليس مدير الكلية البروتستانتية في بيروت لا بأس به في جلسات المؤتمر وواجهت سياسة ويلسون الجديد دول العالم القديم بمشاكلها وسياساتها التي تمت محادثاتها حول التسوية في أثناء الحرب على شكل معاهدات سرية وظلت هذه القوى في الحكم بعد نهاية الحرب ووقفت الحركة الصهيونية كاتجاه آخر يعارض تحقيق المطالب العربية في المؤتمر وكان زعماؤها قد أقدموا على توسيع نشاطهم بعد أن مالت كفة الحلفاء إلى النصر بعقد اجتماعات ومؤتمرات بتوجيه من وزارة الخارجية البريطانية للتباحث بشأن أهداف الوطن القومي وبرامجه وضع الخطوط العريضة للحكومة المؤقتة في فلسطين استعداداً لمؤتمر الصلح المقترح وكان الصهيونيون قد كسبوا إلى جانب الدعم البريطاني دعم الوفد الأمريكي الرسمي وعلى رأسه ويلسون الذي ذكر أن الوطن القومي اليهودي كان أحد اثنين من المنجزات الجديدة التي انبثقت عنها الحرب إلى جانب العصبة وأوصى ميلر المستشار القانوني للوفد الأمريكي في فبراير شباط 1919 بأن على المؤتمر أن يضمن للصهيونيين كل مساعدة ممكنة كما أن على العصبة أن تعترف بفلسطين دولة يهودية فهل كان من الممكن التوفيق بين موقف الصهيونية ومطالب العرب الشرعية علماً بأن السكان لم يتجاوزوا عشرة بالمئة من سكان فلسطين ترجمة نانسي قنقر